بغداد السلام بغداد الحبيبة لمنافسات نهائي بطولة كأس العرب القوسي والسهم إذ تتواصل الوفود العربية الشقيقة مجيئها إلى بغداد السلام بغداد المحبة يوم أمس وصلت بعثة المنتخب السعودي الشقيق إلى أرض بغداد السلام وكان في استقبالها طبعا السيد رئيس الاتحاد العراقي للقوس وسهم سعد المشهداني وأيضا رئيس الاتحاد العربي ورئيس اللجنة المنظمة البعثة السعودية عبرت عن امتنانها للحفاوة والتكريم اللي اطلقوها من البعثة العراقية ومن اللجنة المنظمة أيضا الرئيس الاتحاد السوداني وصل أيضا إلى بغداد المحبة والسلام قادما من الخرطوم إلى بغداد لمتابعة منافسات هذه البطولة اللي رح تنطلق هذا اليوم واللي رح نكون احنا في تغطية ان شاء الله مفصلة عن منافسات هذه البطولة هذه اللقطات اللي وصلت طبعا لحضراتكم اللي نعرضها وزمين زيد السراج اللي كان متواجد في أرض مطار بغداد لاستقبال الوفود العربية الشقيقة أيضا نتابع هذه اللقاءات اللي اجراها زمين زيد السراج مع رئيس البعثة السعودية ورئيس الاتحاد السوداني بالإضافة إلى عضو اللجنة المشرفة العميد مازن الكوبيسي نتابع هذه اللقاءات نتشرف دائما وأبدا بمشاركة أخواننا الأشقاء في العراق الشقيق العراق بلد مضياف على مر السنين وحرصنا حقيقة أنه نشارك في هذه البطولة رغم أن الكثبات ما كانت جاهزة من قبلنا كاتحاد وكفريق إلا أنه حرصنا على المشاركة تعبيرا عن الروابط المشتركة اللي تربط البلدين الشقيقين وتقارب السياسي على أعلى المستويات بين البلدين فحرصنا أنه نمثل بلد مخير تمثيل فيها المشاركة هذه نشكركم على وجودكم نشكركم على وجوهكم البشوشة وكل حاجة بإذن الله في البطولة هذه نحب أنه نحقق أرقام قياسية وبإذن الله نجيب مركز من الأول إلى الثلاثة وبإذن الله الأول إن شاء الله أولا نشكر دولة العراق على إخامة البطولة العربية اللي الأولى تقريبا في الشارقة المؤحلة كمان بعض اللاعبين إلى أولمبياطور فنحن نشكركم جزيل الشكر وكان حتى لقاء في المطار في الحقيقة كان لقاء حافظ جدا وكله كرم وحسن الضيافة واستحبال جميل ونتمنى لجميع الفرق المشاركة في البطولة العربية إن شاء الله التوفيق نفرحانين إحنا ببطولة القوس والسهم حقيقة بطولة راقية عريقة ألهفت معاني وأهداف كبيرة يعني هذا الحضور والوجود العربي من مختلف البلدان العربية إلى مطار بغداد الدولي يشرفونه هم أهل البيت وإحنا الخطار أهلا بالأشقاء العرب في بغداد المحبة بغداد السلام منافسات بطولة كأس العرب بمشاركة 12 منتخب عربي هم من تأهلوا إلى نهائي كأس العرب راح تحتضن المنافسات أرضية ملعب الشعب الدولي والنهائيات ستكون على ساحة الاحتفالات الكبرى الاتحاد العراقي للقوس والسهم أنهى كل التحذيرات لغرض إيصال الصورة الحقيقية والاستعداد الأمثل للعراق بمنافسات هذه البطولة ورح نكون معكم أولا بأول في الوقت اللي أيضا نشكر العميد مازن الكوبيسي أمين سر نادي العراق للدراجات والمحركات لأن هناك أيضا احتفالية رح يقوم بها نادي العراق لغرض مرافقة الوفود المتواجدة في بغداد المحبة والسلام واللي رح نكون إحنا معكم أولا بأول في تغطية هذه البطولة إلى خبر تناولته الصحف العراقية والإعلام الرياضي العراقي واللي جاء الحقيقة على اللسان مدير شركة تسويق المنتخب الوطني يوسف الخفاجي اللي تحدث عنه هناك غرامات مالية قاسية ستلحق بالمنتخب الوطني العراقي وأيضا ستكون هناك فضيحة كبيرة للكرة العراقية قبل خليجي 25 إذ كشف مدير شركة برولي تسويق المنتخب بكرة القدم يوسف الخفاجي أن العراقي واجه فضيحة كبيرة قبل انطلاق خليجي وقال الخفاجي في اتصال للشوط الثالث أن عقود ملاعب وزارة الشباب الغريبة تبلغ 10 ملايين دينار سدويا فقط وهذه العقود تمنع منتخبنا الوطني من وضع إعلاناته ورعايته في مباراة الودية على أرضه وأوضح الخفاجي أن شركة نجحت في وضع علامات وإعلانات المنتخب الوطني على أرض الخصوم خارج العراق مؤكدا أن أغرب عقود للكرة في تاريخ العالم موجودة في بلدنا وأتم الخفاجي حديثة بالقول أن العراقي واجه فضيحة كبيرة قبل انطلاق بطولة خليجي 25 بسبب هذه العقود وعدم قدرته على اللعب في ملعب البصر الدولي يذكر أن بطولة الخيج ستقام على ملعب المدينة الرياضية في البصرة الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا لأنه رب سائل يسأل لماذا لعبنا يوم أمس على ملعب الفيحة ولم نلعب على أرض مدينة جذع النخلة يعني مدينة البصرة هو الفيحة أيضا في البصرة الحقيقة هذا الموضوع بسبب مشكلة ارتكبتها وزارة الشباب لأنها تعاقدت مع شركة مقابل عشرة ملايين دينار سنويا لغرض عرض الإعلانات في هذا الملعب شركة التسويق التي تفقت معها الهيئة التطبيعية وطبعا نجحت التطبيعية بالتعاقد مع هذه الشركات لتسويق المنتخب الوطني كان من ضمنها الإعلانات في الملاعب التي تقام عليها المباريات إذن استدم الاثنان التطبيعية ووزارة الشباب بهذه القضية وبالتالي انحرم منتخبنا من اللعب على أرض ملعب جذع النخلة طبعا سيدة ياد ابنيان اتحدث وقال أنه إحنا لعبنا على ملعب الفيحة ولم نلعب على ملعب جذع النخلة الخاوي من الجماهير ينعكس على الحالة المعنوية لللاعب العراقي عندما لعبنا على الفيحة أعتقد اللاعب لم تؤثر عليه غياب الجماهير وخواء المدرجات مثل ما والكلام لأياد ابنيان مثل ما يلعب ليان مدريد على الملعب الثاني حتى لا ينهز اللاعب لعدم وجود الجماهير اللي هي دائما ما تسعى لكن هذا الموضوع الحقيقة يجب أن يحل يعني وزارة الشباب عندما تعقد اتفاقيات مع الشركة بمبالغ بسيطة جدا هذا مثير للشكوك بالسنة عشر مليون دينار بينما العقود اللي سوتها التطبيعية بآلاف الدولارات فهذا الموضوع الحقيقي يجب أن يحل لأنه إذا ما تم حل الشركة المتعاقدة ويالوزارة تقول لك والله بكيفي ولا إعلان يصير إلا عن طريقي وآخذ نسبة والتطبيعية تقول لك لازم أنا أعلن لأنني ما أخذ فلوس حتى أمشي أموري وبالتالي من سيدفع الثمن المنتخب الوطني وخليجي 25 وإحنا نلاحظ أكو مشاكل كثيرة من بدت استعداد المنتخب للتصفيات النهائية اللي راح تنطلق يوم سبعة بالبحرين من الشهر الجاي وأكو مشاكل كثيرة وأكو البعض دير وجيله يا جماعة ترى هذا المنتخب منتخب العراق لا منتخب ابنيان ولا منتخب فرحان ولا منتخب أسعد العزم نحن الآن نتحدث بروح الوطنية وبروح المحبة هذا المنتخب منتخب العراق أرجوكم يا أخواني يا أعزائي يا من لديه مشكلة معينة أمام زيد وأمام عبيد خلوا المشاكل بعد التصفيات لأنه الآن دلاحظ صار أربع خمس مشاكل طفحت على السطح ومنتخبنا يدفع ثمنها مشكلة ويا ياد ابنيان ومشكلة التسويق ومشكلة الملاعب ومشكلة نادي الشرطة وسحب لاعبي ومشاكل كثيرة البارحة أثرت حتى على أداء منتخبنا اللي راح نناقشة بعد قليل وبالتالي يعني أتمنى أتمنى أن ننحي هذه الخلافات وهاي المشاكل لأنه إحنا متعودين كل ما تنطلق منافسة معينة لأحد منتخباتنا تطلع ألف مشكلة وما أدري ترى الخاسر الوحيد هو الجمهور وسمعة العراق وكرة العراق اتقوا الله بالمنتخب الوطني العراقي الله يرضى عليكم هاي المشاكل أربوها وأرضها أركم خلصوا عندنا روح المسؤولية وروح المحبة هذا الكلام ترى حتى لإخواني وزملائي بعض من الإعلاميين يا جماعة لا تجيبوا الناس حتى تسووا مشاكل نعم نحترم كل الضيوف ونحترم كل البرامج بس يا أخوتي الآن إحنا عندنا منتخب علينا أن ندعموا وعلينا أن نوقفوا وعلينا أن ننآزر عندنا مهمة اسمها كأس العالم يا أخواني ويا أحبائي سادتي الأحبة من الحكام الدوليين العراقيين اللي إن شاء الله رح يبش يعني بيضون وجهنا إن شاء الله وإحنا وافقين كل الثقة اللجنة المنظمة لأولمبياد توكيو 2021 رشحت الحكم الدولي العراقي هادي حسن إسماعيل لقيادة نزالات الأولمبياد بالمصارعة يعتبر الحكم الدولي هادي حسن هو أول حكم عراقي يقود نزالات المصارعة في دورة الألعاب الأولمبياد توكيو 2021 حسن من الحكام الشباب الجيدين اللي تقلقوا في بساط المصارعة كحكام متميزين في بطولات عربية وأسيوية سابقة الموفقية لحكمنا الدولي وندعو له بالموفقية ونتمنى الشفاء العاجل للكابتن مهدي اسماعيل نائب رئيس الاتحاد العراقي بالمصارعة لإصابته بفيروس كورون نتمنى للشفاء العاجل والصحة والسلامة والعودة السريعة إن شاء الله إلى اتحاده وإلى عشاق المصارعة العراقية صحة والسلامة إلى الكابتن مهدي حسن اسماعيل وإلى حكمنا الدولي اللي رح يكون ممثلا للعراق في الأولمبياد وهذه مفخرة إلى الرياضة العراقية أن يكون حكم دولي مثل ما كان في دورة الألعاب الأولمبياء سيؤول الحكم الدولي ضياء محمود علوان رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة كان حكما عراقيا متألقا في دورة الألعاب الأولمبياء سيؤول عام 1988 اليوم نشاهد الحكم الدولي هادي حسن امتداد لما حققوا الحكام العراقيين نذهب إلى بابل العزيزة الغالية وزميننا علي الفتلاوي اللي كان حاضر في ختام مباريات دوري الشباب للمحافظة بكرة القدم إذ اختتمت على ملعب الكفل في محافظة بابل منافسات بطولة دوري المحافظة بكرة القدم لفئة الشباب واللي شارك فيها عشرة أندية من جميع الأقضية ومدن محافظة بابل حيث قسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت كل مجموعة خمسة فرق والتقى المتأهل من المجموعة الأولى بمتصدر المجموعة الثانية وهما شباب نادي المسيب ونادي جناء بابل انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لمثله وحسمت المباراة بركلات الجزاء الترجحية لصالح شباب نادي المسيب ستة إلى خمسة المسؤولون على الرياضة في بابل أكدوا أن هذه البطولة أفرزت العديد من المواهب الكروية وأشاده بمستويات البطولة يذكر أن دوري شباب بابل أقيم على نفقة الانديا في المحافظة بغياب واضح للدعم المالي من وزارة الشباب وكل المؤسسات التابعة لها هذه اللعبة طبعا نبارك لشباب المسيب حصولهم على لقب بطولة دوري الشباب لمحافظة بابل ونشكر زميننا علي الفتلاوي نتابع هذه اللقاءات اللي أجراها زميننا علي ما عدد من مسؤولي اتحاد بابل بكرة القدم نتابع دوري انديا المحافظة للشباب يعني حقيقة بطولة رائعة بكل المقاييس أفرز الطاقات واعدة واليوم الختام مثل ما تلاحظ ناديا المسيب وجنان بابل حقيقة انديا قدمت مستويات رائعة وخاصة الناديين الموجودين اليوم وان شاء الله الاتحاد الفرعي لديه أكثر من نشاط انطلاق دوري الرديف الناشرين بعد العيد بطولة الصالات فانشطة عديدة اكيد هذه الموسم متميز واقع الرياضة احنا في محافظة بابل كل يعرف انه واقع مرير من خلال عدم وجود البناء التحتية اللي تخدم اللعب او تخدم الانديا وتعرف انه هذا الملعب الوحيد اللي بالمحافظة اللي نقيم عليه كل دورياتنا اللي دوري درجة الاولى ودوري الفئات العمرية لكن رغم هذا هذه المعوقات احنا نصر على انه يكون دورينا دوري ناجح والله هو ان نتأمل انه تفرز يعني هذه البطولة طاقات شعبة واعدة يعني في المستقبل يكونوا في الخط اللي انديتهم شواء نادي الانسيب او نادي الجنائن بالتأكيد هناك مواهد كثيرة في الدوري شهد راح يكون لهم مستقبل واحد اذا شكرنا وتقديرنا على كل القائمين على منافسات هذه البطولة وندعو الحكومة العراقية الى دعم شبابنا في محافظة بابل لانه لا يمكن ان يتحمل الاتحاد والاندية نفقات اقامة هكذا دوري اللي يعود بالدرجة الاولى فائدته على الكرة العراقية ومستوى الاندية سادتي الاحبة الى الحدث الابرز واللي راح يكون محورنا لهذا اليوم هي مباراة منتخبنا الوطني امام نظير الطاجاكستاني اللي احتضنها ملعب الفيحاء في البصرة واللي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين استعدادا لتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة للمونديال وكأس الامم الاسيوية اذا حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبنا الوطني مع نظيره البلجيك الطاجاكستاني مساء الاثنين على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة والتقى منتخب العراق مع ضيفه طاجاكستان في مباراة ودية ضمن استعدادات السود الرافدين لاستئناف التصفيات الاسيوية المزدوجة لكأس العالم وكأس اسيا ويستكمل منتخب العراق استحقاقاته في التصفيات الاسيوية في يونيو وحزيران المقبل حيث قام مباراة المجموعة الثالثة في البحرين بنظام التجمع وزج كتنيتش العديد من اللاعبين في صفوف المنتخب العراقي للوقوف على جهزيتهم بعد غياب لاعبية الشرطة عن مؤسكر المنتخب ومباراة الأمس إذن للحديث بصورة مفصلة من الناحية الفنية عن هذه المباراة يسعدني أن أرحب بضيف الكريم واحد من نجوم الكرة العراقية بالتأكيد هو ليس بالغريب على الجمهور العراقي هذا النجم الكبير ترك بصمة واضحة في إنجازات الكرة العراقية وحيي أهلا تحية ضيفي الكريم اللاعب الدولي الكبير السابق سعد قيس والمتواجد معي عبر سكايب من النروج وعلى الهواء مباشرة كابتن سعداء جدا بتواجد حضرتك معنا وكل عام وأنت بألف خير كل عام وأنت بخير وأني سعيد أكثر بتواجد بقناة الشرقية مساء الخير عليك على كل المشاركة أهلين أستاذ محمد الله يحفظك كابتن سعد تعرفتم على ضيفي نذهب إلى هذا التقرير اللي عنده محمد الغفاجي واللي يتحدث عن نتيجة مباراة الأمس بين العراق وطاجاكستان التعادل السلبي حسم المباراة الودية الأولى لمنتخبين الوطني في معسكر البصرة وذلك مع نظيره الطاجكي مساء الثنين على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الأسيوية المزدوجة الشوط الأول شهد أفضلية نسبية للمنتخب الطاجكي من خلال بعض المحاولات الجادة التي كادت أن تهز شباك منتخبنا لولا وقوف الحارس جرى الحسن بالمرصاد وفي الشوط الثاني لم يكن لمدرب منتخبنا سيتريشكو كاتنيج إلا أن يجرب بعض اللاعبين حيث زجه بكل من بسام شاكر ومحمد رضا وحسين علي بدلا من شيركو كريم وهمان طارقه وفيصل جاسم وفعلا أسهمت تلك التغييرات بتنشيط أداء منتخبنا الوطنية ليعزز الهجوم بزج أيمن حسين وعلى عبدالزهر وضرغام اسماعيل بدل مهند علي وبشارس وعلي عدان وشهد الربع الأخير محاولات متكررة لهجوم منتخبنا سيما عن طريق اللاعب أيمن حسين الذي أربك دفاعات طاجكستان وكاد أن يسجل في أكثر من محاولة فرص ضائعة وأداء لم يرتق إلى مستوى تطلعات الشارع الرياضية هذا أبرز ما اتسمت به المباراة التي انتهت سلبية بكل شيء باستثناء وجود بعض العناصر التي اكتسبها منتخبنا ولعل أهمهم بسام شاكر لاعب النفط من بغداد الشوط الثالث محمد الخفاجي شكرا محمد على هذا التقرير لحقيقة نتيجة الأمس ما بين راض وما بين غاضب ما بين مؤمن بهذا الأداء وما بين غير مؤمن بما قدم الفريق العراقي كاتا نيتش يقول لك هاي مباراة تجربية ومن خلالها أنا سأقف على الجهازية التامة لللاعبين لا سيما اللاعبين اللي تم استدعائهم بدل لاعب الشرطة سأبدأ مع ضيفي الكريم الكابتن سعد قيس لأجدد الترحاب بك مرة أخرى هذه المباراة اللي تعادلنا سلبا مع طاج أكستان اللي يحتل المركز الثاني في فرق مجموعة اللي يضم طبعا المنتخب السوري والمنتخب الياباني ما هي رؤيتك من الناحية الفنية لما قدم لاعبين في مباراة الأمس كابتن سعد يعني صاد محمد أنت ذكرتها أثناء كلامك حاليا أنه هذا الفريق في المركز الثاني مع منتخب اليابان منتخب سوريا فريق ليس سيء فريق جيد أنا أعتبر أنني شخصيا راضي على المستوى اللي يقدم المنتخب خاصة أنه كنا نعرف أنه العناصر اللي زجها المدرب عناصر جديدة لأول مرة تلتحق بالمنتخب لأول مرة تلعب مباراة دولية فأنا أشوف أنه بالعكس فائدة كثيرة هذه المباراة فيها فائدة كثيرة اللي لاعبين كثيرين لأول مرة يلعبون بالمنتخب نعم نعم ما قدمنا المستوى المطلوب كنا نتمنى ونتأمل أنه يكون المستوى أفضل لكن يعني هذا الموجود حاليا مثل ما قلت حضرتك غياب لاعبي الشرطة يعني المنتخب ما قدم لك المستوى والعذر من حق البدرب أنه يتكلم بهذا الخصوص لأنه أغلب اللاعبين لأول مرة يلعبون نعم سنتحدث عن غياب لاعبي الشرطة كابتن سعد لكني أتحدث الآن عن قيمة الفريق الطاجاكستاني يبدو أن كاتانيش أراد هذه المباراة لأنه من وجهة نظره ويسعدني أن أسمع رأيك أنه المنتخب الطاجيكي طريقة أداء مقاربة للفريق الإيراني هل تعتقد أنه كاتانيش كان على صواب في اختيار هكذا مباراة؟ نعم نعم أنت اليوم أنت الضالما راح تلعب مع غريق مثل إيران لازم تلعب مباراة وديه مع غريق بنفس قدرات منتخب إيران استعيل منتخب إيران لكن أنا أرى أن الفريق الإيراني أفضل أفضل من هذا الفريق لكنه المدرب يبقى على حق هو صاحب الكلمة الأخيرة هو اللي يعرف كيف يلعب وكيف ينزل تشكيله وكيف يكون تكتيك المباراة المنتخب استفادنا الكثير لساد محمد من هذه المباراة يعني أنت اليوم ربما ربما في بعض الأحيان بعض العناصر تتعرض إلى إصابات يبتعدون لأعذار معينة لكن اليوم أنت لازم يتجرب لازم أن يكون لاعبين بدلاء الدوري العراقي يملك يعني نحن كنا نعرف الكرة العراقية واللادة لكن أنا أرى أن المباراة في كل الأحوال نحن استفادنا من عدها بشكل كبير نعم كابتن سعد المأخوذ على كاتانيج من قبل جمهورنا ومن قبل متابعينه يقول لك إلى الآن ما ركز على تشكيله هل تعتقد أنه الظروف اللي يمر بيها المنتخب جراء بعض المشاكل غياب اللاعبين عدم التحاق المحترفين اختيارات كاتانيج كانت السبب الرئيس بعدم الثبات على تشكيله أم لسعة قيس وجهة نظر معينة أنا أنا في رأيي سيد الحمد أنت هالي يوم في كل العالم كرة القدم هالي يوم لا تعرف أن اللاعب أحسن من أنه كان سيء هالي يوم كرة القدم تعترف بالنتائج يعني كلما نحجي على كاتانيج نرجع للإحصائيات ما خسر الفريق مصدر مجموعته في التصفيات كاس العالم لقد مكورة حلوة يعني احنا هسا تأهن نبيدنا ما رح نعتمد على فريق احنا تأهن فأنا في رأيي في رأيي أنه هذا المدرب سيصير طريقة جيدة عنده فكر وهذا فكر واضح على مباريات منتخبنا فما يعاب عليها فقط ما يعاب عليها حسب رأي الشخص ما يعاب عليها أنه يميل إلى اللاعب الدفاعي يعني احنا دائما ما نقول أنه الكرة العراقية دائما يلعبه هجومي زاخرة بالهدافين بالمهاجمين دائما سلوبنا هجومي لكنه ما يعاب علي أنه يفكر بالجانب الدفاعي بالشكل أكبر لكن هذا مو معناته أنه هو بدأ يقدم بالعكس منتخبنا أرجع وأقول المدرب كاتنش قدم الكثير أنه إحصائيا هو جيد نعم كابتن سعد يمكن جوابا على ما تفضلت به يقول لك أنا أتعامل مبدأ رحم الله إمر إن عرف قدر نفسه أنت تتحدث عن جيلكم اللي كان متخم جيلكم اللي كان يتمتع بالكثير من المواهب مع الفروقات طبعا جيلكم اللي كان بس حارس المرمى ما يسجل هدف مدافع يسجل والشبه وسط يسجل والمهاجم يسجل ماكو لاعب لو نجي إلى عدنان درجان نلقي هدافة ولون نلقي كريم علاوي ولون نلقي سعد قيس ولون نلقي ولون نلقي ولون نلقي يقول لك أنا أفكر بالتغطية الدفاعية ومن ثم أفكر بالجانب التهديفي هل هذا الجانب من وجهة نظرك أو التفكير لكاتانيش نجح لنوع ما برأيك نعم نعم صعب اليوم جدا صعب نقارن بين الأجيال لظروف كثيرة يعني أنت اليوم المنتخب السعودي موننفس منتخب السعودي بالثمانينات ولا المنتخب الكويتي كرة القدم تغيرت اليوم إحنا لازم ننظر إلى هذا الشيء هو أدواتك بالضبط كل مدرب اليوم كل مدرب يجي حتى يستلم نادي ولا منتخب إن كان عند الأدوات يعني أنت اليوم مدربين يستلمون فرق كبيرة جدا ما ينجحهم بها لكن لو روح يستلم فريق مو مشهور مغمور لربما ينجح أنت اليوم حسب الأدوات التي عندك المشكلة أنه إحنا دورينا مع كل الأسف لربما هاي الفترة الأخيرة كان منتظم لكن جدت في فترة ما دورينا ما كان منتظم توقفات كثيرة السادة محمد لكن أرجع وأقول آني اليوم ودرب قد ما كنتم مع هذه المجموعة من اللاعبين لا أبأس علي جيد ممتاز يعني أنت مصدر وإن تأس مصيرك في يدك فهذا الأسلوب اليوم لازم نتبعي أسلوب أنت إذا يجعلني يا سادة محمد أغلب كل أعب أغلب واحد صفر وإطلع المهمة لا أصعد إلى هكاس العالم ومنواني أتأهل ومنواني أفوز نعم هو يعني أنا وياكم بالتفقين أنه يتعامل بواقعية يقول لك أنا أبحث عن النتيجة وبعدين أبحث عن الأداء هذا الصحيح هذا صحيح سادة محمد أنت لعبت يعني حتى مباراة أمس يعني قياسا ولو هي مباراة ودية مباراة ودية يجرب بها الكثير من اللاعبين المهمة المصلحة كيف يستفاد من هذه المباراة وكيف يستفاد من نوعية اللاعبين الموجودين طيب كابتن سعد لكل مباراة أكيد ظروف معينة لكننا أتينا من مباراة كبيرة أمام أوزباكستان تغلبنا عليه في عقر داره بهدف دون رد وقدمنا مستوى كبير وأضعنا كم من الأهداف مقابل أداء لا يوازي ربع ما قدمنا أمام أوزباكستان ونحن نلعب على أرضنا كيف تفسر هذه الحالة كابتن؟ أنا مو غريب التلسير أستاذ محمد أنت لعبت بتشكيلة متكاملة اليوم نحن في كرة القدم إذا ما موجود الانسجام والاستقرار الاستقرار الفني على التشكيلة معينة ولو نحن لا نقول داعش تلاعب لكنه أمام أوزباكستان لعب بالتشكيلة اللي هو دي لعب بها في تصفلات كأس العالم في أغلب المباراة الودية ولذلك ولذلك احنا أمس ظهرنا بهذه الصورة ما نقول سيئة لكنه الباهتة الصورة الباهتة أمام أوزباكستان كان فريق متكامل ما كان أكو مبعدين ما كان أكو غيابات هذا الاستقرار جدا مهم أستاذ محمد اليوم تحتى تنجح حتى تواصل عملك الاستقرار جدا مهم في كرة القدم نعم كابتل سعد دعني أتحدث إليك أيضا وربما هذه الأسئلة يسألها الجمهور الكريم ليش احنا آخر عشر دقائق شعرنا بأننا نريد أن نسجل وبدليل تراجع الفريق الطاجيكي نتيجة الضغط متواصل لماذا لم يكن عندنا هذا الحافز منذ بداية المباراة حتى على الأقل مباراة فيفا دايز مباراة بها تصنيف احنا تصنيفنا الآن رائع جدا تحت قيادة كاتانيش مثل ما تفضلت لكن أرجع إلى سؤالي نحن في الدقائق العشرة الأخيرة شعرنا إننا نريد أن نسجل هدف يعني صديق محمد أنا في رأيه المنتخب خاصة الشوطة الأول ما قدم المستوى المطلوب وهذه أسبابها كثيرة يعني أول هذه الأسباب أنت مستحيل تجيب لاعب لأول مرة يلعب منتخب خاصة إذا كانوا أكثر من ثلاث لاعبين أو أربع لاعبين هذا يحتاج لوقت صديق محمد حتى ينسجم حتى يتأقلم يعني منتخب عراق تلعب مع منتخب عراق مسهلة ولذلك الشوطة الأول وحتى بداية الشوطة الثاني ما ظهرنا ودلي أنه إحنا بشار رسن وميمي نستغرب يعني كان هناك تباعد بيناتهم وبمستواهم الطبيعي وكأنهم غير موجودين لكن التبليلات لأجرها كاتنش يعني هو لربما هذا الشغل الوحيد الجيد جيد اللي كاتنش في مباراة أمس التغييرات يعني فادتنا كثير رجعت الإرادة رجعت الرغبة رجعت أنه لازم تنتصر لازم تفوز لذلك إحنا شهدنا آخر ربع ساعة هاي الحالة صارت بعد التغييرات اللي أنا متأكد أنه وظافة الكثير للفريق نعم أرجع أنتو حضرتك سبقتني أنا كان مهيئ سؤال لماذا لم يظهر العنصرين المتميزين بشار رسن اللي هو نجم الدوري الإيراني كان وأيضا هو النجم الدوري القطري وميمي هذا الهداف البارع اللي جاب بطوله بحجم كأس المحترفين إلى فريق السيالية القطري يوم أمس لم نشاهد ميمي وبشار في برج سعدهما شنو الأسباب كابتن رغم أنه هم موجودين في معسكر المنتقب صار لهم أيام يعني أسباب كثيرة من ضمنها ربما الجهد ربما الجهد ربما يعني سوء تقدير ربما سوء حظ يعني إحنا البحر كان ينقصنا الحظ سادي محمد خاصة آخر ربع ساعة فأني ما أعلل على أنهم لا كل مباراة وظروفها لربما غياب لاعبين كثيرين يعني اليوم اللاعب يرتاح للاعبين معينين يعني يحس بالاطمئنان بالأمان أنه خلف لاعبين معينين هو دائما يلعب معاهم لكن هذا ما يمنع عنده بشار بشار ولا ميمي أنا متأكد هي مجرد أمس يعني حالة معينة لظروف معينة لكن أنا متأكد بالمباراة القادمة سيقدمون الأول نعم دعني أسألك لأنه في جعبة سعد قيسي الكثير حول غياب لاعبي الشرطة اللي إحنا متفقين كنا جميعا هم أداة داعمة للمنتخب البارحة أمجد عطوان مكانة فارغ على أمهاوي مكانة فارغ سعد ناطق مكانة فارغ كم من اللاعبين اللاعبين غير متواجدين نحن بأمس الحاجة إلى تواجدهم مع اعتزازنا باللاعبين اللي أدوا هذه المشكلة يعني كيف يراها سعد قيس يا الله يا صلى الله عليه وسلم أنا بصراحة بصراحة نزلت تغريدة قبل يومين أو ثلاث أيام نزلت تغريدة في التويتر يعني أنت تعرف اليوم جمهور مو كل جمهور واعي ومثقف ويفتهم بكرس القدم يعني خاصة أنا أقصد الجيل اللي بعد 2003 ذلك جمهور مديفهموش من الموضوع يعني ناس تقول احنا لازم من انطهم للمنتخب الوطني وناس تقول لا هاي مهمة وطنية الكل قام الكل اليوم قام يزايد على الوطنيات ويحشي بالوطنيات لكنه انت اليوم مفروض تحت عن قانون أكو قانون خاصة أنا ذكرت هاي النقطة المهمة صادر محمد بالتويتر أنه احنا من نتكلم عن موضوع وطن ولا موضوع خيانة ولا موضوع تخاذل نتكلم عن موضوع أنه انت اليوم قانونا أكو فقرة تقول اللعب يتحق بالمنتخب قبل 72 ساعة 72 ساعة يعني أكيد سيلوني أكثر من واحد مكابت المهمة وطنية والمنتخب الوطني فوق الجميع نعم أنا أتفق مع الجميع لأنه هي مهمة وطنية أن الوطن فوق الجميع لكن أكو أشكالية في موضوع كان المفروض التضرقية تحذ هذا الموضوع حذلة بسهولة جدا أستاذ محمد نعم أنه تتأجل تتأجل المباراة لأنه قانونا أنت اللاعب لازم التحق خلال 72 ساعة لظروف كثيرة تعبان جهد مع نادية فالاتحاد الدولي وضع هذه الفقرات 72 ساعة أنت تزعيلي قبل أسبوع وفي نفس التوقيت أنه أنت عندك بطولة كأس بطولة كأس من اللي وضع تاريخها هي التضبيعية أستاذ محمد ما تناسب مع مع توقيت المباراة هذا بحث آخر كان من الممكن أنه يتم الجلوس في مكان واحد للنادي ولأ بالاتحاد يحلون هذا الموضوع بتأجيل المباراة لأنه الشرطة وصل إلى مرحلة تنافسية إقصائية الشرطة يقول لك أنا من حق لربما الدوري لربما الدوري يكون بعيد على من حق يأخذ الكأس فإذلك هذه الأشكالية صارت صارت محمد نعم يعني حضرتك تصفها بأن هناك تعنت بين الطرفين واللي الخاسر الأكبر منتخبنا الوطني طبعاً بتيكيد كافتين سعد صارت محمد أنت نحن قلت لك قبل شوية خلينا لا نزايد بالوطنيات يا أهدي أطلع لك قاعد لك ورميز وما يدرش الموضوع يا أخذا أنت تحكي بالوطنيات روح أطلع بساحة التحرير روح أظهر ويا الناس هاي هاي الوطنيات والله مو أنا قاعد تحيل كل دول الشباب وإذا هاي الوطنيات مو أنا قاعد لورا كرسي معاوة دولة 90% من دولة 90% جاي عن طريق الأحزاب ودخل يطلع من الأحزاب من يريدهم من الجمهور الرياضي صلى محمد اليوم خل نحكي واقع لحد يحكي بالوطنيات يعني كان المفروض من التطبيعية مع جل احترائي من التطبيعية المفروض أبسط يتم تأجيل المباراة أنا من حقي اليوم الفيفا يقول لي 72 ساعة واني من حقي اليوم بطولة كيس مهمة بالنسبة لي إذا أضع مني الدوري فمن حقي أخذها كان المفروض إحنا أحسن ما نوصلها إلى هذه المرحلة كان المفروض نقعد نتناقش حتى توصل الفكرة صحيحة للجميع نعم طيب الآن قرار كتانيج بعد أن كانت هناك محاولات ترطيبية لترطيب الأجواء بين الطرفين ومن ثم يعني السعي نحو إعادة لاعب الشرطة رغم أنه إدارة الشرطة إلى الآن وهذا لسان الدكتور وهاب الطاي رئيس إدارة الشرطة اللي ظهر في برنامج نقبل يومين وقال لكن قرار كتانيج بإبعاد لاعب الشرطة حتى وإن عادوا إلى معسكر المنتخب موضحا أنه لا يستفيد منهم الآن قد يستفيد منهم في مباراة النبال قرار كتانيج من الناحية الفنية كيف يصفه سعد قيس أنا أول مرة أرى شوف مدرب أعزنا بيحتي بهذه الطريقة أنا متأكد ربما ما أرد أقول متأكد يعني مدرب محترف هذه اليوم مدرب محترف كنا نشوف المدربين المحترفين أشوالي فكرون يعني أنا أتوقع أتوقع أنه يا أما أحد قال أقول هذا الكلام يا أما يعني دخلوها الدماغ لأنه أنا مدرب محترف يا سعد محمد أنا تهمني بسلحتي سمعتي أنا أتخلى عن لاعبين بهذه القيمة الفنية الكبيرة لاعبين هذه الشرطة لمجرد بس كابت سعد عفوا إذا سمحت لي يعني عذرا للمقاطعة كاتانيج المعروف عنه أنه ما حد يأثر عليه وما يستمع لأحد وعنده تجربة سابقة إذا تذكر في بطولة الخليج قبل يوم لاعبي الشرطة لعبوا مع الفريق الشرطاوي أمام فريق موريتاني في دورة أبطال آسيا وبالتالي قرر عدم استدعائهم ووزج بلاعبين شباب وفعلا اتغلبنا على قطر اثنين واحد وحضرتك تذكر هذه المباراة يعني معناها أنه جريء في قراراته فحبيت أوضح لك هذا الموضوع نعم تفضل استاذ محمد استاذ محمد نعم جريء في قراره لكنه اليوم صعبة جدا تتخلى أو تدعد سبع أو تملاعبين بهذه القيمة الفنية استاذ محمد يعني مهو اللي بعدهم مهو اللي بعدهم لا 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 عفوا 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 لحشة على تصريحات أنه هل هو بحاجة لهم لو رح بالمستقبل رح يفكر يجيبهم لو ما يجيبهم لا هذا مو معقول طالما نفكر اليوم بسطحة وطن هي بسطحة وطن هي تصفيات كنس العالم المباريات الودية يا صعد محمد نخلي نخلي ناس تفهم بشكل خاطئ المباريات الودية أن تقدر تجرب 20 لاعب 20 لاعب لازم تستفاد أنت مصر 11 لاعب تعتمد عليهم اليوم يعتمد على 11 لاعب مع جل احترام للبقية يعني غياب لعلي الشرطة كان واضح يستبعد أي واحد يأتي يصرح ويقول كذا أنا أتمنى أتمنى أنه يتحقون لاعبين الشرطة بالفعل بالفعل موجودة ضرورية مع المتخب الوطني وإحنا كنا لازم نفكر بالمصطحة المصطحة الوطنية لأنه وراءنا كأس العالم لكن أتمنى من الجميع يعني الجميع أنه على كيف من شوية شوية أستاذ محمد لا يطلع لي واحد يصرح إحنا مريت أستاذ محمد موضوعي حتى أنتقد من التطبيعية لكنه هي هاي الفيفة وهي قوانين الفيفة نعم تعتقد الآن من الضروريات الحتمية وجود لاعبي الشرطة خلال قادم المنتخب الوطني الآن لأنه لدينا مباراة أمام النيبال ومن ثم الذهاب إلى البحرين لا لدينا وقت إحنا يوم سبع نلعب وي هونكوغ هذا الصحي صالح محمد واتكلمنا عن الاستقرار صالح محمد الاستقرار والانسجام عنصر مهم أنت وصلت لهذه المرحلة لوجود الاستقرار أنت ذكرتني في مباريات معينا سابقة كيف كنا وكيف كنا أمس مستوىنا كيف كان الاستقرار ضروري الانسجام ضروري نحن بالتأكيد كلنا نستفق كل اللاعبين موجودين معنا لنستفق من عندهم وهم وجودهم ضروري مع المنتخب نعم خلنطلع من هذه القضية وأنا أأمل أأمل أن تنتهي جميع المشاكل كابتن أنت قريب جدا من الكرة العراقية ودائما ما عرضت خدماتك وتواجدت لكن بعض الظروف اللي ما جاء كانت مواتية لساعد قيس ورغباته شوية أدت إلى إبعاده اللاحظوية قبل كل استحقاق لمنتخبنا تحدث عشرات المشاكل ولا ندري من يفتعل هذه المشاكل ولماذا نفتعلها قبل كل مهمة وطنية أنت تلاحظ الآن عشرات المشاكل حدثت الآن قبل انطلاق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للمونديال ولكيس العالم كيف تفسر هذه الحالة كابتن هذه أفسرها قربات مجاميع مجاميع تشتغلون تطبيعية مجاميع تشتغلون هذه الشرطة مجاميع من المدربين أو بعض المدربين يشتغلون ضد الكادر الفني للمنتخب العراق معروفة أستاذ محمد معروفة لكن ناس تفكر تقول لك إذا فاز المنتخب راح ينحس بهذا الانجاز للتطبيعية والتطبيعية موجودة بها ناس التي تفقه بكرة القدم وهي مش شغلتها ولا اختصاصها وناس تقول فلذلك يا أستاذ محمد مع كل الأسف مع كل الأسف يعني احنا عاطفين المشكلة احنا عاطفين يعني الكلام اللي ينكتب يأثر علينا القروبات اللي تشتغل بالفيسبوك على فلان لاعب ولا فلان مدر يتأثر علينا هما ما يدرون انه احنا هسا فرصتنا فرصة العمر هاي فرصة فرصة العمر انه احنا احنا تأهلي لأكاس العالم بهذه المجموعة بهذا الكلمة الفني المفروض احنا ندعم نسقط مع الأسف يا صلى الله عليه وسلم نعم بس كابتن حضرتك تتكلم كلام خطير جدا يعني انا احترم ما تتفضل بي حضرتك لانه اكيد سعد قيس يمتلك المعلومات لكن الخاسر الاكبر هو منتخبنا الوطني واللاعب العراقي ونحن نعرف اللاعب يتأثر بما ينشر في السوشال ميديا يعني معناته انه احنا يجب انه هاي الاجواء المناسبة حتى ندعمه اعلاميا اداريا فنيا نسخر كل الامور حتى اللاعب يظهر بالمظهر بدل هذه المشاكل وانت الان تتحدث عن وجود قروبات معناها الخاسر الاكبر هو منتخبنا الوطني والكرة العراقية وحلم الجماهير بالتأهل نعم نعم اصد دليل قلت لك انا قبل شو يعني اصد اكو كثيرين يتمنون ان المتخب لا يتأهل حتى لا يتجير على الانجاز لفلان مجموعة للطبيعية او ل يعني هاي المشكلة سعد محمد مع كل الاسف يعني هي المشكلة اللي حثت يعني طبض لها الكثير مع كل الاسف احنا كنا نتمنى ما توصل الى هذه المرحلة المفروض كان ادارة الشرطة بناس الموجودين مع التطبيعية يقعدون قاعدة اخوية يحلون هذا الموضوع ما وسطول هذه المرحلة لانه هذا مو من مصلحة العراق ولا مصلحة المنتخب الوطني هو ذي يخذ غمار تصفيات كلش مهمة وربما هاي كل التاريخ يا صلى الله عليه محمد هنئ كل التاريخ بعد 86 فان احنا نتمنى انا اتمنى ان الجميع جميع كلهم يدعمون المنتخب يدعمون الفريق اللاعبين الكادر الفني ما اعرف والله يعني اقول الله يهدي النفوس وخلي مفكر بمصلحة وطنة يعني بدل ما حضرتك تفضلت قبل قليل وقلت البعض يحكي بالوطنيات وهو بعيد عن الوطنيات الان الوطنيات ان ندعم منتخبنا الوطنيات ان نقف مع لاعبينه الوطنيات اللا نثير المشاكل ونثير النعارات الوطنيات هو ان نقف على مسافة واحدة مع طموح العراقيين هو التأهل الى المونديال لان هذا حلم للعراق كله رغم انه ارجع واني اقول يمكن اتوافقني الرأي التأهل الى المونديال ليس رياضيا بقدر ما يجب ان يكون حكوميا لانه احنا اذا نرجع للتاريخ ونشوف تاهنة ب86 بتدخل حكومي طائرة خاصة تجهيزات منقطعة النظير دعم لا محدود حكومة وفرت ميزانية تاهنة اما احنا الان كاتانيسة الاربعة شهر بالاراتب والتجهيزات الان والشركة المسوقة للمنتخب داخلها بمشاكل مع وزارة الشباب وما نعرف الحكام بلا اجور واللاعب يجعل احسابه وهاي المشاكل اللي دا تنثار هذا الظرف اللي دا يمر بينه لا يمكن ان ياهنه الى كأس العالم اذا قارننا فرق مجموعتنا حتى هونغ كونغ الان استعدت بشكل منقطع النظير البحرين خاضت مباراة يوم امس مع اوكرانيا واوكرانيا نعرف وضحها على مستوى العالم وخارطة العالم لذلك انا يسعني رأيك كابتن لانه انت نجم كبير ولك جماهيريتك ولك كلمتك ايضا في الموضوع اتفضل كابتن استاد محمد بضبط مثل ما تفضلت ارضك اليوم المفروض مو بس دعم الحكومي الدعم الحكومي بالمارتبة الاولى كنا نعرف كل هاي المنتخبات بدون دعم حكومي ما توصل احنا المفروض يكون دعم حكومي دعم اعلامي دعم شعبي ودول مثل ما قلت لك هاي التصفية البعض خلينا نقول البعض حتى ما ما يفهمني غلط اي احد ما يفهمني غلط يعني هاي التصفية الحسابات مو كثيرة المفروض احنا نتجاوز كل هاي الخلافات هذا اللي يشفيه وكانه ما يستحق مكانه وذاك الاخر ما يفتهم بكرة القدم احنا المفروض اليوم كنا كنا نصير ايد وحدة كنا قلب واحد كنا لازم نشجع كنا لازم ندعم كنا لازم نوقف في المنتخب اول شي حكومة ثم وزارة الشباب ثم الشعب كله كلك جمهور لان قلت لك انا استاذ محمد هذا الانجاز يتحقق في هذه الظروف يعني احنا هذا انجاز مستحيل يتكرر لذلك يعني اتمنى اتمنى من الجميع حتى من الاعلام استاذ محمد حتى من الاعلام احنا مو وقت انه البارحة كاتانيش المنتخب ما قدم مستوى لهذه الظروف لوجود 6 او 5 لاعبين لأول مرة يلعبون نجي نهاجم كاتانيش بالعاكس احنا المفروض ندعمهم معنويا ماديا في كل المواقع التواصل الاجتماعي احنا ما يصدر نفكر انه هذا يلعب الشرطة ولازم ما نخلي وذاك اللاك يلعب بالجوية الكل لمنتخب العراق نعم كابتن سعد قيس انا سعيد اليوم بتواجد حضرتك معايا في هذا اللقاء يسعدني ان استمع الى كلمة منك في ختام هذا اللقاء واللي توجهه الى كل من يهمه الامر في موضوع تأهل منتخبنا لانه تأهل المنتخب يبدأ من المشجع العراقي وصولا الى اكبر مسؤول في الدولة العراقية يا ريت اسمع ما ستتفضل به كابتن والله يا سيد محمد والله من كل قلبي اتمنى ان الجميع يفكر بالعراق يفكر بهذا العلم العراق يفكر بهذا البلد بالمعانات اللي عاشها بالظروف اللي عاشها خلي الكل خلي الكل تنبذ هذه الخلافات مو وقت خلافات اليوم مو وقت تصفية حسابات محمد اليوم اتمنى من الجميع يدعمون هذا المنتخب من الحكومة لأي واحد انسان بسيط لانه بدون داعم المنتخب ما يوصل ما يصبح احنا ننتقد انتقادات لا ذي على انتقادات مطبيعية ولا ننتقص من عجهم اتمنى من الجميع هسه يتركون كل شي وراهم يتركون كل شي بعدين عدوا وراه تصفيات تلساء خلي ارجعوا من التلخيط عاركونا نعم وتمنيات والله تمنيات المنتخب ربي يوفقهم ان شاء الله ربي يوفقهم يفرحونا ويتأهلون ان شاء الله ان شاء الله كابتن سعد قيس نجم منتخبنا الوطني كنت معي شكرا لتواجهة حضرتك معانا من النروج عبر سكايب الحقيقة قبل ما اختم هذه الحلقة والله يعني نشعر بفرح عندما نجد الكثير من زملائنا يقفون لدعم المنتخب الوطني من خلال برامجهم من خلال ضيوفهم واعتب على البعض القلة اللي اقول مو وقتها الان انه احنا نفتح المشاكل ونتقاطع فيما بيننا ارجع واؤقول هذا المنتخب مو منتخب مال احد الشخصيات هذا المنتخب من يلعب يلعب باسم العراق واللاعب اللي يسجل هدف يسجل للعراق لذلك النتيجة للعراق والنتيجة لشعب العراق واحنا بامسل حاجة في هذا الظرف اللي دا نعيشه ضرف صعب جدا انه الشعب العراقي يفرح من حقه ان يفرح شلون يفرح الرياضة واحدة هي من يتفرح صدقوني لذلك اتمنى الموفقية والنجاح الى لاعبينه في مهمتهم المقبلة ما عدنا الا ايام واحنا نحقق حلمنا ان شاء الله بالتأهل للمنافسات النهائية للمونديال والتأهل مباشرة الى الامم الاسيوية سادة الاحبة وصلنا الى نهاية هذه الحلقة اللي اشكر فيها ضيفي الكريم الكابتن الدولي السابق سعد قيس ولكم على طيب المتابعة واتمنى الموفقية والنجاح للرياضة العراقية عموما سادة الاحبة مستمري معكم ان شاء الله في حلقاتنا اتباعا واكيد لنا عودة يوم غد وحلقة جيدة من حلقات الشوط الثالث الى يوم غد اقول لكم في مالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة